دعم لمن يستحق هذا الدعم لأنه يجب أن نعترف بأن هناك في بلادنا أسر فقيرة وهذه الأسر الفقيرة تعملت لها واحد الإجراءات اللي لم يكن تمييز من بينها مع مختلف الأسر الأخرى سواء الميسورة أو المتوسطة أو العادية لم يكن تمييز كيمشي الفقير يشري البوطة بربعين درهم وكيمشي رجل الأعمال يشري البوطة بربعين درهم إلا كان هذا الرجل الأعمال عنده واحد الحص مواطناتي عالي كيمشي يأخذ البروبان يخلصه ب500 درهم تمال الحقيقي دياله وإلا ما كانش عنده لغائل سببين أو من أسبب كيمشي يشريها بربعين درهم في حين أنها مخصصة للأشخاص داوي الدخلي المحدود نفس الشيء تعمل بالنسبة للسكر نفس الشيء تعمل بالنسبة للدقيق هذه الحكومة قررت أن تتعامل مع الأسرة المغربية المحتاجة للدعم بشكل مباشر وأن نبني علاقة ثقة مع هذه الأسرة لماذا؟ لكي نصل إلى مرحلة من النج في التدبير شؤون الدولة يتأسس عليها ما شيء تدبير الفقر على إقرار سياسات عمومية تدفع الناس أنهم يخرجوا من الفقر لأنه إلا بقيتك تدعم البوطة بربعين درهم لمدة يستفد منها الغني واللي عنده واللي ما عندوش تفقى تحافظ على واحد النمط يجب أن تنهض بتلك الأسرة التي تحتاج عبر سياسات مباشرة وهذا واضح في الجهات الملكية دي لصاحب الجلال لذلك تم الصهر والعمل